طبعا تجربة اليوم هي استخدام الكون اكسبتر بحيث أبرمجها على عملة الكويت الـ 100 فلس والـ 50 فلس والـ 20 فلس والـ 10 فلوس و 5 فلوس أبرمجها يعرفهم يعرف طريقتهم بعدين يعطيني رقمهم بعدين يدز المعلومات اللي صارت لحق الـ E-Robot طبعا أنا قبل لا أسوي خطوة الـ E-Robot راح أسوي خطوة أني يدزها حق اللابتوب عندي نزيل كـ Serial Data كمون بهذه الطريقة طبعا أنا برمجتهم فما راح أمشي خلال النقطة هذه أبدو مع عملات صغيرة اللي هي 5 فلوس الحين 5 فلوس هني راح تطلع القيمة الـ Hex مالتها وهني راح يطلع الرقم مالها إذا ما قبلها يطلع هاليكني حاول مرة أخرى خمسة طبعا طلعها من تحت إذا قبلها يطلعها من تحت خمسة قيمتها خمسة طبعا الـ Hex مالها لهذا الحين بحط العشر فلوس عشر فلوس طبعا البرمجة محتاجة أحط عملات كثيرة عشان يتعرف عليها ها العشر فلوس طاحت منها في العشر فلوس وعطاني الرقم الثاني بالداتة الحين عشرين فلوس طبعا هذا الرقم مالها خمسة طبعا بالنسبة للإمية لأنه في خانتين خانتين اللي راح يسوي ليها راح يحط لي الخانة الأولى A اللي هي رقم عشرة في الـ Hex والخانة الثانية راح تصير صفر يستخدم الـ Hex هنا أيضا اللي هي A0 معناها عشرة وصفر معناها تساوي 100 هي القيمة قيمة الـ Hex A0 وطلعت لي القيمة الأخيرة في الـ Hex الحين راح يسوي عن طريق نفس الكابل اللي أنا برمجت فيه اللي هو هذا هو الكابل راح أوصل نهاية طرف الكابل في الـ E-Robot Controller وبرمج الـ E-Robot لقراءة القيم هذه وحسابتها يجمعها على بعض يحولها من Hex أو من الكود اللي هي فيه إلى الأرقام الـ Integers العادية وبعدين يبدأ يجمعها مع بعض في حالة أن الرقم صار 250 يقول 250 راح يحرك للسيربوموتور يعطيكم العافية وترقبوا نهاية المشروع